ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله محمد السادس بمراكش قبل أن يوضيعه جثة هامدة وكان الهالك المسمى قيد حياته العربي قد تعرض لهجوم مسلحة وعلى إتره وجه الجاني طعنات غادرة للهالك على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف داخلي نقل على إتره على وجه العجل إلى قسم الإنعاش بمراكش قبل أن يلفظ فيه آخر أنفاسه هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث فتحت عناصر الضرك الملكي التابعة لسيرية مجاط التحقيق في النازلة انتهى بتوقيف المتهم في ضرف زمن قياس وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة بالمنسوب إليه من التهم